اشتركوا في القناة وان في هذا اليوم الدولي فرصة تطاه للشباب مناقشة جميع المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الشباب وان الجمعيات المدنية والكيانات الشبابية غالبا تحيي هذا اليوم ففي هذا العام نظم اتحاد الجمعيات الوطنية بالتنصيق مع جمعية الشباب الديبلوماسيين يوما للتفاكري بغرض بلورة الافكار وتحديد الصعوبات من اجل مستقبل افضل للشباب بما ان هذا اليوم خصص كيوما عالميا لهم مداخلات عدة شهدها الحفل من قبل عدد من الشباب اهمها تنصب في الصعوبات التي تواجه الشباب سيما شباب القرى السمراء كالبطالة والحجرة الغير شرعية مطالبين من جميع المسؤولين مضاعفة جهودهم من اجل قدمة الشباب الذي يعتبر مستقبل حازه الامة كما تداخل عدد من الشخصيات بحازه المناسبة مؤكدين جميعهم بان اختيار الامم المتهدة لحازى اليوم بان يكون يوما عالميا للشباب ليس ان تريق الصدفة وانما لعظمة حازه الشريحة من المجتمع وكونهم مستقبل حازه الامة لذا طلبوا من جميع الكيانات الشبابية الاحتمام بحازى اليوم لطرح مشاكلهم وقضاياهم لاجاد حلول لها وتجدر الاشارة الى ان مثل حازى اليوم فرصة للتلاحم والتشاور وابراس دور الشباب الواعد اشتركوا في القناة